اشتركوا في القصة هل أستطيع أن أركب حصاني أمي؟ سارة تسأل أمها سارة تحب أن تركب حصانها دائما تركب حصانها بالتقريب كل سبس أحسنا عزيزتي تجهزي لأن تذهبي قالت أمها سارة كانت جد سعيدة ذهبت إلى غرفتها وضعت الجوارب الوردية وضعت هداءها الوردية أيضاً كما وضعت قبعتها الوردية ذهبت إلى أمام الباب أنا سأنتظرك أمام السيارة أخبرت أمها حسنا سأكون هناك في دقيقة واحدة فتحت سارة باب السيارة جلست في المقعد الأمامي وضعت قباتها كانت جد متحمسة هذه القصة الأولى رحوا للقصة الثانية ذرة الصفراء جلس براين من أجل العشاء جلس على الكرسي He sat down at the table جلس على الطاولة He looked at his white plate نظر إلى صحنه الأبيض He looked at his silver fork نظر إلى فرشاته الفضية He looked at his silver spoon نظر إلى مغرفة البيضاء أو الفضية His dad said Pass me your plate, Brian أباه أخبره أو قال أعطيني طبقك, Brian His dad put white rice on the plate وضع والده الأرز الأبيض في الطبق His dad put yellow corn on the plate كما وضع الذرة الصفراء في الطبق His dad put green peas on the plate كما وضع البازلاء الخضراء He gave the plate back to Brian أرجع الطبق إلى Brian This looks delicious هذا يبدو لذيذا Brian said It is delicious Yes نعم هو لذيذ His dad said Brian wondered why corn was yellow He wondered why peas were green He wondered if there were yellow peas and green corn تساءل لماذا البازلاء خضراء تساءل عما إذا كان هناك بازلاء صفراء والذرة خضراء إختبارات الآن نبدو من الأسهل في السهل في الصعب في الأصعب شوفوا كيميرا نشوفوا لدينا مبتدة نروحوا التساءل لدينا كما نستعملوا with معنى معا by ثاني عن طريق to إلى from من هنا الإجابة التي ستكون سنقوم بإجابة to to class is Suzanne in at on under in كنت ديمن نقو هل سوزان في المنزل home هنا كنت ديمن رح تستعمل at ما نقوم بإجابة in on under they always go to school bicycle يعني إن دائما يذهبون إلى المدرسة عن طريق الدراجة عن طريق كما أردتكم مقبل عدنا شو نقوم بإجابة in on بإجابة what color is a new car what color هنا رح نقوم بإجابة فعل فعل رح تكون verb to have is does or are هنا وش رح نقوم بإجابة رح نقوم بإجابة له لإنه he's a new car رحي singular يعني رحي مفرد صحي هنا نستعمل الverb to be لهو is are there many students in room 12 هل يوجد عدة تلاميذ في القاعة رقم 12 هنا نستعمل نجاوب بyes ولا no دائما نتعكس are مع there نقول yes there are yes they are some are no they aren't يعني رح تصلح yes there are no yes there are yes there are هنا هنا دالين they صحنا عدنا there you should do your before going to class من المستحسن أن تقوم بواجبك المنزلي قبل أن تذهب إلى المدرسة شوفوا هومورك في مكتوبة عدنا هومورك هوم وحدها وورك وحدها عدنا هومورك لازغة في بعضها عدنا هومورك جمع وعدنا هومورك هي اللي تصلح عدنا هومورك ثانية لأن هذه الأصح مستر بايك اس انجليش مستر بايك رح في المفرد صبيرا رح يكون السيد بايك علمنا اللغة الانجليزية قولوا teach teaches teaching to teach هنه وش رح ندير رح نديروا teach لأنه ماهيش سنجلر teach رح تكون مع I we they and you نقول ثانية teaches لأنه مستر بايك يرغم بالمفرد في المفرد نعيضه نعوضه به وفي السيبو البرزنط نديمن نزيده بالاس والله الاس tom and are going to the birthday party together tom وأنا سنذهب إلى حفل عيد الميلاد مع بعض مقاشوا نقول tom and me tom and my tom and mine tom and I tom and I our english english lessons are many match a lot of very long يعني الدروس اللغة الإنجليزية هي جد طويلة نقش نقول many لأنه بعدها سيكون counter noun اسم يتعد نقش 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 much لأنه بعدها سيكون uncountable noun لأنه اسم لا يتعد a lot of بعدها سيكون plural سنحن نشوف long long adjective قبلوش هيكون يكون adverb الadverb هو very bangkok is capital of tailand bangkok هي عاصمة tailanda نقش نقول bangkok the capital of the capital of التعريب لأنه عندي proposition of so this is the part one عدنا هنا في الممتاز درنا مئة بالمئة وحنا نعاونكم دايما يكون عندكم الإجابة this is the end of video number two see you for next videos good